طيب إحنا يعني واحد طبعا دوري أبطال أفريقيا هو الأهم أعتقد أنه الموسم ده رغم أنه الأهلي فيه حقق إنجازات طبعا مهمة جدا تلت كاس عالم كان إنجاز مهم وإن كان طبعا كنا نتمنى أنه إحنا نحقق في آخر ظهور للنسخة دي من كاس العالم نتيجة أحسن لكن أعتقد الأهلي قدم لقاءات ومستوى بصرف النظر عن الرانكينج أو عن التصنيف يعني والمركز التالت قدمنا عروض في المنطقة القوة الحقيقة أفضل يمكن عروضه لأهلي اللي قدمها الموسم ده كانت في بطولة كاس عامل أندية بعد كده كاس سوبر أو كاس النخبة بالمسمى الجديد وآخرها طبعا كاس مصر النهائي التاريخي في المملكة العربية عند الأشقاء في السعودية اللي قال الزهر بشكل أكتر من رائع والأهلي قدر يحسب نتيجته بنتيجة التنصف لكن تبقى الجائزة الكبرى بالنسبة للجماهير العيون كلها رايحة على بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي حامل اللقب الأهلي صاحب الرقام القياسية لكن النسخة دي لن تكون بالسهلة ولا تكون بالهيئة وده هيكون محور كلامنا مع كابتر رمضان اللي برحب بيك بطر طبعا كابتر رمضان برة تانية بصا هقولك حاجة ممكن إحنا مثلا الجيل بتاعنا كان فارق إن ما كانش فيه مدربين أوروبيين راحوا للمنتخبات دي فبالتالي كان عندهم مشاكل كبيرة جدا جدا في الكرة الجماعية وفي الدفاع وما يقفوا إزاي تنفيعة شوية أكتر شوية فبالتالي لا الكرة تغيرت بشكل كبير جدا ويمكن حتى متتكلم على منتقبات حتى الفرق في فرق كان بعدت خالص ترجع وترجع بقوة وترجع مطشطها مش هتبقى سهلة معاك بطولة لما تخرج منها غانا والكاميرون ونجيريا والمغرب والجزاير وتونس ومصر من بدري بدري ده معنى أنه أكيد فيه فيه زلزال 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 يعني الحقيقة زي ما بقول لك فرق بشكل كبير جدا إن هم بتادوا يجيبوا مدربين على مستوى علي جدا من أوروبا فبالتالي بقوم بلعبوا الكرة الحديثة والكرة اللي فيها جماعية بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت الصغارات اللي عندهم خلاص اشتغلوا عليها يعني المدربين الكبار وحتى على المستوى الأندية تنزانيا من 4-5 سنين ما كانتش موجودة على المستوى الأندية لا يعني كمان فيه دلوقت سبونسور داخل وفيه رؤساء الأندية عندها أموال بدأ يجيبوا لعيبة كويسة وبدأوا كمان اللعيبة اللي هناك بدأت عايزة تظهر بشكل كويس عشان نكون عندها فرصة للاحتراف الخارجي كابتن كنت يعني قبل القرعة كان فيه ثلاث فرق كان سيمبا وكان الترجي وكان مازمبي أكيد تسألت السؤال ده كنت تتمنى أنهي فرقة من الدول وانت شايف أنهي فرقة تكون الأفضل للنادي الأهل يعني أعتقد أن الترجي الشمال الأفريقي بيبقى مباراته صعبة صحيح لكن أنا كنت أتمنى ده سيمبا 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 آه مش الترجي لا يعني كنت أتمنى سيمبا لأن أنا بقولك حتى وهم الشمال الأفريقي فرقة بتاعته تبقى مثلا مش في حالتها لكن المبارات الأهلي والترجي الأهلي والوداة دي بتبقى مبارات صعبة جدا صعبة جمهور والحاجات دي فطبعا أنا سيمبا آه سيمبا طبعا أنا كنت أتمنى بالرغم أن يسمبا خلال السنتين اللي فاتوا بيقدم كرة حلوة أو الحقيقة بيلاب كرة جماعية عندهم أفراد على مستوى عالي لكن يعني رأيك إيه في المبارات فنيا يعني كيف يتعامل كولر خاصة عندنا توقف وإحنا في عشر لعبين موجودين في المنتخب إزاي المعادلة دي تحسب يعني إزاي إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون فيه تركيز أكبر لأن المبارات الأخيرة أمام البنك الأهلي كانت مباراة على المستوى الفني كانت سيئة جدا الحقيقة طبعا طبعا من أسوأ مبارات النادي الأهلي اللي شوفتها ويهاني التمانية ديئة بتعمل مبارات نهاية الكاس صحيح صحيح أنا بتطفق مش إحنا معه بالزبط إحنا بنقدم كرة أعلى من كده طبعا نخليها إن جنرال يا كابتر رمضان إحنا الأهلي من بعد التوقف بتطوير أمام أفريقيا إمكان على المستوى النتائج ماشين كويس استثناء مطش البنك لكن على مستوى الأداء مش هو الأهلي اللي قبل التوقف أيوة بالزبط بالزبط إحنا قبل التوقف الحقيقة كنا وصلين لفرمة رائعة عالية جدا 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 وزي ما أنت قلت فردي وجماعي قدينا مبارات في كاس عالم للأندية من أفضل الكاس عالم للأندية صحيح كرة حلوة آه كرة طبعا مستوى عالي جدا جدا وكنا وصلين لفرمة حقيقة عالية جدا لكن يمكن زي ما قلت لك أنا يمكن بقول لي بس مستوى كولر الحقيقة طبعا مستوى كرة ده محدش يقدر ينتقده أو احنا بنتكلم أني أنت عملت حاجات حاجات جمدة جدا جدا في النادي الأهلي والكرة المصرية الحقيقة الفترة اللي بحس فيها أنه مش مركز هي دي اللي بقى فيها مشاكل يعني مبارات مثلا ناخد مبارات البنك الأهلي هاني أنا إيه المساحات دي يعني أنا مدي مساحات لفرقة البنك الأهلي مساحات في كل كرة بيستلموا وبيحضروا في التلت الوسطاني هما بيوصلوا لجول وبيضيعوا وفي مساحات تتدرب منها لأ يعني أنا أنا في رأيه هاني أن أنا بعد النتيجة ما راح تلاتة اتنين أنا كنت أزمق في الملعب صح هو على فكرة الراجل كمان يعني هو من الحاجات الكويسة أن المدير الفني يطلع يقول أنا أخطأت بالضبط ومن الحاجات الجريئة جدا في كلر أنه طلع حتى على مستوى توظيف اللاعبين قالك لا أنا أخطأت في المبارادية وأنا أتحمل مسؤولية وده جزء مهم جدا أنه هو يتحمل مسؤولية في الأداء زي ما احنا شايفين الصورة الجميلة في مباراة النهائي كاس مصر آه النادي الأهلي فعلا ما كانش في المستوى المطلوب حتى أثناء مباراة نادي الزمالك لكن إصراره وعايز أقول أن الحالة النفسية اللي فرضها النادي الأهلي خلال السنوات اللي فاتت اللي بتفرض على المنافس اللي يكون عنده دايما ألأ أن النادي الأهلي ممكن يرجع حتى لو الأداء مش كويس ممكن يرجع ويكسب المباراة ده كان ليه عامل مهم جدا الصورة كانت جميلة جدا بطولة كانت مهمة للنادي الأهلي طبعا جدا جدا لأن بطولة كبيرة بتتلاعب خارج أرضك وإحنا كنا محتاجين البطولة دي الحقيقة علشان نكمل مشوارنا بمستوى جيد آه طبعا كيرف مع البطولة والفوز يفرق كتير جدا معك في اللي جاي